موسيقى غيب الموت اليوم الفنان المصري أشرف مصلحي عن عمر نهز 49 عاما وفق ما أعلنته نقابة المهن التمثيلية اليوم وتأتي وفاة الفنان أشرف مصلحي بعد معاناته من مرض السرطان لمدة عامين قبل أن تتدهور حالته الصحية في الأون الأخيرة حيث تم نقله إلى العناية المركزة فيما كانت زوجته المخرجة منال الصيفي تطالب بالدعاء له كما كشفت منال الصيفي في تصريح صحفي سابق أن الفنان المصري أصيب بورم خبيس في المخ ولكن الأطباء والأسرة أخفت عنه هذا الأمر وتشيع جنازة الفنان أشرف مصلحي اليوم الإثنين من مسجد المشير طنطاوي حيث تقام الصلاة عليه بعد صلاة الظهر والعزاة في نفس المسجد يوم غد السلساء وغيب الموت شمس الفنان أشرف مصلحي بعد صراع مع مرض السرطان استمر لمدة عامين تمكن المرض من الفنان الراحل في آخر أيامه حتى هزمه بعد أن سأت حالته الصحية وتوفي داخل المستشفى جاء خبر وفاة الفنان أشرف مصلحي بما ثابت صدمة وحرص عدد من نجوم ونجمات الوسط الفني على نعيه بكلمات مؤسرة ووجه نجوم الفن والمشاهير رسائل التعازب وفاة زميلهم كان في مقدمتهم الممثل محمد هنيادي حيث كتب قائلا البقاء لله في الأخ والصديق أشرف مصلحي ربنا يصبر أهلك وأسرتك ويرحمك رب كما علقت الفنان دينا إن لله وإنا إليه راجعون الفنان أشرف مصلحي في زمة الله اللهم ارحمه واخفر له واسكنه فسيح جناتك نسألكم الدعاء له بالرحمة وعلق المخرج خالد جلال الأخلاق والطيبة والرجولة الطيب الجميل أشرف مصلحي خبر حزين جدا في رحاب الله أيها الشريف أما الفنان أحمد السقف كتب قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يسامحك ويخفر لك يا أشرف ويصبرنا ويصبر كل حبايبك ونعت الفنان إلهام شهي والتي تربطها صلة قرابة بزوجته المخرجة منال الصيفي ونعته بكلمات مؤسرة وقالت إلهام شهي لا أعرف ماذا أقول إحنا عيلا وحدة وهناك صلة قرابة مع زوجة المخرجة منال الصيفي ربنا يرحم ويصبرنا يذكر أن أشرف مصلحي تخرج من مهد السينما قسم إخراج وشغل منصب مدير عام دور العرض بشركة أفلام مصر العالمية يوسف شهي كانت بدايته في السينما من خلال إشراقه بمشهد في فيلم الأبواب المغلقة إخراج عاطف حتاتة عام 2001 ثم شارك بفيلم بونو بونو مع الفنان نادية جيندي كثاني عمل سينمائي له بعد ذلك خطف الفنان الأضواء في أفلام أسرار البنات وجواز بقرار جمهوري وأول مرة تحب قلبي والحياة منتهى اللزة والرهينة والجزيرة وشارح 18 وكان أبرز أدواره كشرير في فيلمية رانديفو عام 2001 وسحر العيون عام 2002 كما أدى دور ضابط الشرطة في فيلمية تيتو خلت فرنسا وصلت عدد أعمال الفنان أشرف من صلح الدرامية والسينمائية بحدود 50 عملا فنيا كان آخرها مسلسل الطاووس وشاركه في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين أبرزهم الفنان جمال سليمان وسهر الصايغ وسميح أيوب وكان المسلسل من تأليف كريم الدليل وإخراج رؤوف عبد العزيز وتزوج الفنان أشرف من صلحي من المخرجة منال الصيفي ابنة المخرج المصري الراحل حسن الصيفي والممثلة المصرية المعتزلة زهر العلا وقبل رحيله كان يشغل أشرف من صلحي منصب مدير عام دور العرض بشركة أفلام مصر العالمية ولد الفنان أشرف من صلحي في شهر أبريل عام 1974 بالقاهرة والتحق بالمعهد الفن الصناعي وقضى فيه سنوات الدراسة ثم تخرج منه والتفت إلى العمل السينمائي وشهدت بدايته في السينما من خلال إشراقه بمشهد في فيلم الأبواب المغلقة بعد ذلك لفت الأنظار في أفلام أسرار البنات وجواز بقرار جمهوري وأول مرة حبي قلبي والحياة منتهى اللزة وفيلم الرهينة وفيلم خلط فرنسا وفيلم الجزيرة وشارع 18 كما شارك في مجموعة من المسلسلات التلفزيونية مثل مسلسل سوء تفاهم وهز وسط البلد وغضية رأي عام ومسلسل عيون الألب وحارة المجنين ومسلسل لهفة وآخر مشاركته بالشاشة الصغيرة كانت من خلال مسلسل الطاووس والاختيار أما عن حياته الشخصية فكان الفنان أشرف مصلحي متزوج من المخرجة منال الصيفي ابنة المخرج الراحل حسن الصيفي والممثلة المعتزلة زهر العلا ولديه ولد يدعى يوسف وهو ممثل شاب سوف يستكمل مسيرة والده الراحل وكانت الفنان منال الصيفي زوجة الفنان أشرف مصلحي طلبت من جمهوره ومتابعيه في مصر ومختلف الدول العربية الدعاء له لكي يمر من وعكته الصحية وكتبت زوجة أشرف مصلحي عبر حسابها الشخصي بفيسبوك أشرف مصلحي أجمل وأحن وأجدع راجل قبلته في حياتي جوازي وأبو ولادي اللي حقيقي أثبت أنه أجمل وأروع أب في الدنيا ربنا يشفيك ويعفيك ويخليك لي والولادك ظهر وسند يا عشرة العمر يا جدع عمر ما فكرت أتكلم عنك ولا أشكرك مش عارفة ليه يمكن لإني ما كنتش حاسة إنك محتاج إن أشكرك في وام من الأيام بس حقيقي دلوقتي حاب الناس كلها تعرف إنك حقيقي راجل بمعنى الكلمة وأب رائع وزواج رائع وسند وظهر الكل اللي عرفوك ربنا يبعد عنك الشر ويشفيك ويحميك يا رب ويخليك لينا يا رب يا رب أنت الشاف المعافي ربنا يشفيك يا رب موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة